روح على الخاص واحد بيقول لدكتور محمود يمكن هنتقل بالكلام مع النظر دي الوقت بيقول ايه المشكلة يعني لما يحصل جاب أو فجوة ما بين الزوج وزوجته وهو يروح يتجوز تاني ليه هي لازم تقعد تكافح وتناضل في الحياة علشان توصل لنفس مستوامها هو بيعمل حاجة حلال هو بيعمل حاجة عام والله يوم الخميس اللي فات كنت قاعد مع عهد الشباب هو بيتكلم في موضوع الزوجة التانية هو عايز تتجوز وبتاعه مش هارف يا ففاصل الكلام يعني هو لا يملك قدرة مالية ولا يملك اي انواع القدرة سوى انه يمتلك الرغبة وفقط الحقيقة ما زلت انا بقول من ساعة ما جيت هذا المكان ان هناك مسئولية مشتركة لاستمرارية البيت ما زالت يعني مسئولية مشتركة قد يكون المسئولية هنا لها شكل وهنا لها شكل لكن استمرار البيت مسئولية مشتركة على الزوج والزوجة قد يكون الزوجة يعني عليها عبء اكتر لانها اعدى وهي نقطة الارتكاز بتاع البيت الى ان المحافظة على البيت واستمرارية البيت والمنحيات اللي بتحصل للبيت اقتصادية او نفسية او ايا كان ده مسئولية الزوج والزوج الزوج عليه مسئولية في الكلام بتاع الدكتورة تحديدا انه ماهتمش بان زوجته ترتقي معاه ما هو ماشي وراجل بيرتقي بيروحه وبتاع بس هو فيه اساليب دلوقتي يعني من نعمة ربنا علينا فيه اساليب دلوقتي بتوصل المعلومة وانت نعم على سرير يعني انت عندك دلوقتي التليفون دلوقتي تاخد دورات وتاخد كرصات وتقرأ مقالات وناس ما كنتش تحلم يعني انت تشوفها امتى اللي بتسيبها وبتمشي دلوقتي والمعلومة اللي انت يعني الواحد زمان الامام البخاري تلاقي دلوقتي انت اللي بتسيب المعلومة وبتمشي فهي مسألة الارتقاء الفكري والنفسي والتطوير والتجديد وكل الكلام ده كله بيلقى مسؤوليته على الزوج والزوجة وان كان نزعب الزوجة بيبقى اكتر شوية الى ان الزوج يعني يعني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الزوج هو راجع الزوجة كنت بتقول له هل نزل شيء على رسول الله يعني اذا هي بتسأل وهي وهو التاني بقول لاش انا مش فاطفة بيبدأ يقول لها ايه لا والله ده نزل كذا ويبدأ يحفظه مع بعض ده نموذج واضح ان هي بتبدأ بالتطوير وهو يسعى معها للتطوير فهم مانعش المعلوم المسؤولية مشتركة الزوجة قامت سلط ركعتين ما ليس سيئلين الحديث وتوق الزوجها وهو صحي ويوق الزوجها اذا المسؤولية مسؤولية ايه مشتركة نفعش ان الواحد يشتغل طول النهار ما يمشي يا استاذ قد ترخيرك انا والله مقتنن الحلقة صديق حاجة معلم بالله ربنا دلوقتي الناس بتشغل 12 ساعة 14 ساعة بس فيه اساليب دلوقتي بتخليكم انتهت في الشغل تبعت رسالة الزوجة